مهلا مهلا بك في حنات دي فيارس اجد عما هرده انا طالع راحلة سيد تمام طبعا الشرياز بنقل تمام ومعي مش عاgi بقينة ولا اي انا اي ادي اما ما بشارك وكده طالعين طبعا راحلة سيد ربنا يكرمنا الارض طبعا او ما دخلت كان فيه بط كتير جدا وكان فيه حوامات طائرة وكلام من دوت فطبعوا معانا ان شاء الله احنا هنحط الشرياز بنقل كده بفريسة يعني مشاان تيروا هنحطوه فوق حجرة وطبعوا معانا وحنحط بردو مصايد السؤول العادية لها بالعصافية خديكم معانا نوات على اول مصايدين انا مش شاف على اليوم اي حاجة الصراحة طبعا نسيبش جرياز بفريسة ومصايد بس في اماكن تانية يعني هنا الجبل دوت او التل دوت لا كده ايه المصايد دي فاضي هروح نشوف ايه انا سيب مصايد هناك نروح نبص عليه دلوقتي خليكم معي على الجبل ان انا اجد ان انا اتبليت واتغرقت وقات وانا شلمحت الشرياز معلق في حاجة وكانوا بيصرخوا تمام? فانا رايح اشوفه ان شاء الله في شرياز علق يعني لان انا لمحت الترين شرياز حوام ان شاء الله شريازين او 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 شرياز الحمد لله او 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 ده الشرياز اللي كان في رجل الفريسة ده الشرياز اللي هو لسه ممسوك عليها وارديه ممسوك من الرجل ازاي او او ما شاء الله عليها بس اتبقى هدله طبعا عاده يهبده وكده ممسوك من رجل ومن الصبع ومن الصبع يا رزو غير ما شاء الله طبعا احنا كنا سايبين مصايد هنا اصلا ويمامة وكده ومصايدة فيها على صفير بلدي بس هي طبعا هي طريقة النقل من افضل الطرق لا فكها فك العيون بقى يلا عشان نربطه دلوقتي طبعا طريقة النقل دي اللي هي من افضل الطرق لسيز السقور زي ما انتم شايفين كده دي بتبقى الفريسة الشرياز ده اكيد كان نزر على اس ان هو عايز ياخد من الشرياز دوت الفريسة اللي معاها وكده بيعلق بالنقل دي بتبقى عبارة عن شراكات تمام معمولة مسلا بسالخ فرخة بعصفورة بلا دي هنكمل سيد ولايك وسبسكرايب وخليكم معنا احنا جبنا الشرياز لو اقدم بالكم فيه حوامين بيحوموا هناك تمام ماشا الله علي حاجمون كبير جدا تمام احاول لزوم عليهم اصلا انا مش شايفهم واللبسة بالشمس هما راحوا فين اصلا اه هناك هما الارض كبيرة خالص هما راحوا من ايني تمام احنا دلوقتي بازبط الشرياز تاني عشان لو حاجة نزلت عليه تمام والمصايد جاهزة وفي امام وكده ان شاء الله ربنا يكرمنا باي حاجة من الحوامات او العطبان اللي بتعدي دي اه خليكم معانا ان شاء الله ربنا يكرمنا بحاجة تاني بصر الجيلة هي دي نهاية الفيديو احنا احنا فرهادنا جدا من الشمس وكده اه هي الارض اللي انا زلتها دي فيها طبعا حوامات وفيها بواشق وفيها توريام قوي طبعا مستشغل الشرياز ده مني تمام بطريقة النقل والله بصيت يعني انا اعمت اول مرة النقل ينجح معايا اشترى مشاهد حاجة عليكم فادوبك كان معلق نزل على الفريسة بالشرياز دوت الحمد لله واسطادته اه لو حابين اعمل لكم محتوى زي محتوى صيد وكلام من ده تاني اكتبوا لي في الكومنتات ودي نهاية الفيديو والسلام عليكم